من أيام تم بدء العمل على إنشاء أكبر مدينة متكملة للمخلفات في مدينة العشر من رمضان واللي بتعتبر الأكبر في الشر الأوسط مدينة تقام على مساحة 1228 فدان وهيكون فيها بصانع متكملة للفصل وأعادة التدوير ويمكن كمان التعامل مع مختلف أنواع المخلفات البلدية والصلبة ومخلفات الهدمة والمخلفات الطبية مشروع مهم جدا بسنت فكرة إزاي وحول هذه المخلفات إلى قيمة مضافة للاقتصاد مهم جدا نتعامل مع هذه المخلفات ونعالجها كأنها قيمة اقتصادية ممكن تبقى قيمة مضافة نتعرف على التفاصيل أكتر حول هذا المشروع وأكبر مدينة متكملة لمعالجة المخلفات بشكل كبير في العاشر من رمضان معنا على الهوى في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة من ورنة وشرفنا صباح الخير على الحوار مدينة متكملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان أهمية قيمة هذا المشروع يعني ده مشروع كبير جدا كان حلمي بالنسبة لنا أنا عايز بس أدي فكرة للأسادة المشاهدين أن ده جاب تكليف من فخامة الرئيس للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في مصر وزي ما حدثت أشارتي كافة أنواع المخلفات هذا المجمع بيقام على أكثر من 1200 فدان متوقع أنه يخدم منظومة إدارة المخلفات الخمسين سنة اللي جاية وبيخدم القاهرة الكبرى يعني أساسياً الجزء بتاع القاهرة والأليوبية وفكرة المشروع بتقوم على إنشاء زي خلايا لإدارة المخلفات بكافة أنواعها يعني بنقول خلايا لإدارة المخلفات البلدية مخلفات الخطرة لجاية من مصانع المخلفات الطبية مخلفات مهمة جداً بالنسبة لنا مخلفات الهدم والبنى بنتكلم على المخلفات الإلكترونية وخلافه وفكرة المشروع بتقوم إن الدولة بتقوم بعمل البنية التحتية كاملة ثم تطرح على الاستثمار للقطاع الخاص لتكنولوجيات على أعلى مستوى فإحنا مع التعاون مع البنك الدولي بدأ العمل من أكثر من 3 شهور إن شاء الله خلال 9 شهور هنكون خلصنا هذه المدينة هي بتقع في العاشر من رمضان وبتعتبر يعني إضافة كبيرة جداً لمنظومة إدارة المخلفات اللي بدأت في 2019 وعايز أضيف حاجة إن هذا المشروع بيربط بين جودة الهوى وإدارة المخلفات إحنا لما عملنا بحث مع البنك الدولي على أهم مصادر لتلوث الهوى في مصر كانت حرق المخلفات والعواد من المركبات وكلافه فكان فكرة المشروع إزاي نربط بين تحسين جودة الهوى بتاع القاهرة الكبرى وإدارة المخلفات بشكل رشيد وكانت فكرة هذا المشروع إن البنك الدولي يقش بدعم كبير جداً مشروع يعني كله بـ 200 ألف بـ 200 مليون دولار بزء كبير منه 126 مليون دولار مخصص لإدارة المخلفات طيب المدينة دي هي في العاشر من رمضان هي بتخدم بس على القاهرة ولا على بقية المحافظات لا بتخدم على القاهرة على الأليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية برضو هتبقى لها جزء كبير في هذا المشروع وزي ما قلت إن ده هيبقى لخمسين سنة اللي جاية لأن طبعاً موظم مخلفات البلدية وخلافه بتطلع في مصر كلها يفهم الناس بس المخلفات البلدية دي اللي طالع من البيوت والمحلات الصغيرة مخلفات اللي هي العادية اللي هي المنزلية أو المحلات التجارية دي بنسمى مخلفات بلدية مخلفات الخطرة دي بتبقى جاية من العمليات الصناعية مخلفات طبعاً الطبية اللي احنا عندنا استهلكات الطبية اه طبعاً دي مهمة جداً جداً لأنها بتبقى مخلفات خطرة عايزة معالجة يعني معينة بتكنولوجيات عالية ودي فكرة المشروع إن احنا الدولة بتتخرج من إدارة المنظومة بتحط بس البنية التحتية على أعلى مستوى وبتجذب بقى استثمارات أجنبية أو مصرية تقوم بها عملية التدوير وخلفها دكتور علي حضرتك أشرت أنه في جانب بيئة طبعاً مهم جداً تحسين جودة الحياة تحديداً تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى ومحافظة القليوبية إلى جانب البعض البيئي فيه بعض اقتصادي يعني مشروع زي ده ليه مردود اقتصادي مهم جداً نشوف دول كبيرة في العالم بتشتغل على إعادة تدوير المخلفات وبتبقى جزء مهم جداً من اقتصادها فحابين نتعرف من حضرتك على الجانب والمردود الاقتصادي للمشروع ده ده سؤال ممتاز جداً لأن فكرة المشروع زي ما حرارك أشرت ليس الجزء البيئي فقط ولكن إزاي أن احنا نقدر نسفيد من هذه المخلفات في عمليات أو إقامة مصانع للتدوير فالجزء الاقتصادي في هذا المشروع يقوم على أن أنا بدي هذه الأماكن أو البنية التحتية للقطاع الخاص بحاجة اسمه ديبو أو نظام اللي هو أن يصمم ويشغل ويجيب التكنولوجيا وطبعاً أي منتجات بتطلع من هذه التدوير بيكون لها مردود كبير على سبيل المثال لو بنتكلم على المخلفات الإلكترونية إحنا في مصر بنوصل لمرحلة أننا عملية تقطيع لهذه المخلفات ولكن ممكن أنا أستخرج منها دهب وخلافه فإحنا بندعو الشركات أن نجمع لها هذه المخلفات ويتم عملية أكتر بس من موضوع التقطيع أنه يخش في مرحلة التدوير والإنتاج وطبعاً ده بيمثل قيمة اقتصادية عالية جداً جداً فطبعاً الجزء الاقتصادي جزء هام جداً وبيقوم عليه فكرة هذا المشروع اللي هو بيسموه البزنس موديل يعني إزاي أن أنا أقدر قيم صناعات وتكون برضو محل تشغيل عمالة وتصدير وخلافة طب إيه الخطة لاستدامة المشروع عشان ينجح على المدى الطويل؟ الخطة الأساسية أن احنا تخرج الدولة زي ما قلنا من عملية الإدارة ولكن بيبقى دورها الأساسي هو أنها بتنصق بتحط التشريعات بترائب وبتخلي القطاع الخاص اللي هو القادر على أنه يدير هذه المشروعات احنا عندنا شركات خاصة يعني شغالة في الموضوع ده بشكل كبير ونكحة جداً كبيرة كمان بالضبط عندنا يعني ولكن بندعو برضو فيه تكنولوجيات احنا محتاجين نجيبها لمصر زي معالجة المخلفات الطبية بتبقى معالجات فيه تكنولوجيات حديثة فاحنا بند الفرصة للمستثمرين أن هما يجيبوا تكنولوجيات قوية وحديثة بنتكلم على تكنولوجيات مثلاً مخلفات الإلكترونية دي محتاجة تكنولوجيا عالية جداً في عملية استخراج الزهب وغيره الموجود في هذه المخلفات فدي طبعاً الفكرة الاستدامة أن أحاول هذا الموضوع إلى بيزنس موديل إلى عملية تجارية فيها مكسب وتقدر أنها تستديم فدي فكرة أساسية في استدامة هذا المشروع زي ما قلت تخارج الدولة ومنحه للقطاع الخاص ده مهم جداً ده سؤالي لحضرتك مساحة المساحة المتاحة للقطاع الخاص لأنه فيه شراكة مهمة جداً ما بين الدولة والقطاع الخاص طبعاً التمويل من البنك الدولي بداية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار التمويل ده ممكن يشغل هذه المدينة إزاي في المراحل الأولى ثم فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص إيه الألية اللي هتحصل؟ يعني إحنا الوقت على سبيل المثال في موضوع المدينة إحنا خلال 9 شهور هنكون خلصنا البنية التحتية كلها وهتبقى جهزة لدخول مكونة من إيه فنديم البنية التحتية البنية التحتية دي إحنا لو نتكلم على 1200 فدان بندخل لها المرافق والأسوار وكل المية وخلافه يعني زي ترنيكي بتجهز كل المكان بتاع المدينة ومقسم إلى أماكن وطرق حاجة ضخمة جدا جدا بحيث إن القطاع الخاص بييجي اللي هيعمله إنه هيجيب التكنولوجيا بتاعته ويتعاقد مع الدولة أو المحافظة أو غيرها ويتولى هو عملية البدء في العمل فإحنا بنقول إن إحنا في مراحل خلال سنة هتكون القطاع الخاص موجود على الأرض وبيشتغل وفي كافة طبعا الخلايا اللي موجودة لكن زي ما حاجة بتقولي هو البنية التحتية دي بنية مكلفة جدا 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 شق طرق وأسوار عالي صور 9 كيلو وحطين غابة شجرية حوالين كل المكان حاجة يعني سيتو في أرض يعني زي ما بتعمل في أي حتة في العالم يعني كمان خلينا نقول إنه المدينة دي أكيد موجودة على أرض صحراوية يعني بتبعد قد إيه أول منطقة سكنية قريبة من المدينة دي ده سؤال مهم جدا لإن إحنا طبعا في جهاشفن بيا لازم قبل أي مشروع ما يتعامل بيتعامله حاجة اسمها دراسة تطييم قصر بي يعني بنرفض المشروعات اللي لنا محددات معينة إنها تكون بعيدة عن السكن بمسافة كبيرة وإحنا يعني فيروس استريكتي يعني إحنا في هذا الموضوع بالذات لدينا شروط صارمة بالإضافة إن البنك الدولي نفسه ليه شروط أقوى كمان يعني إحنا تريد أن ناخد موافقتين موافق بيها الشيونيبيا على هالمشروع موقعه وتم برضو البنك ليه مشترطات تانية بيئية لازم يتوافق عليها فبطمنا حركة يعني طبعا هي طبعا بعيدة هي في ظهر المنطقة الصناعية بعيدة عن العمران وعن السكن تم اختيارها بعناية اعترحنا كذا موقع على البنك الدولي قبل ما نبدأ وترفض موقعين وتم اختيار هذا الموقع بالسكن حضرتك أشارت في كلامك أنه فيه نوعين من المخلفات المخلفات الطبية والتكنولوجية هذه المستهلكات الطبية دول محتاجين دقة في التكنولوجيا وفي التعامل مع هذه المخلفات عشان يخرجوا منها القيمة الاقتصادية إيه الأفكار المصرية اللي طرحت في هذا المجال هل بنشوف من فترة ابتكارات وشباب يقدم حلول ابتكارية جميلة جدا ومبدعة ومختلفة فيما يتعلق بإعادة تدول المخلفات إزاي بتتواصلوا مع الابتكارات الجديدة العلمية وزاي ممكن يبقى فيه منتج محلي أو عقول مصرية تشتغل في جزئيري ده سؤال مهم جدا برضو زيو حالك أشارت أن احنا بنحاول يعني نوطن هذه الصناعة بقدر الإمكان احنا قلنا احنا هذا المجمع مثلو أنه هو لكل أنواع المخلفات نتكلم عن المخلفات البلدية لو في حد هيقدر ياخد البلاستيكات وغيرها وده تكنولوجيا قريدي معروفة في مصر وشتغلنا فيها عندنا تاريخ فيه كثير جدا جدا زي ما حركة أعرف لكن في عندنا حاجات محتاجين أن احنا فعلا يعني يكون لنا فيها ابتكار ولأنها وللها علاقة بالصحة زي موضوع المخلفات الطبية وهي مخلفات كبيرة جدا ومحتاجين احنا نغير تكنولوجيات بدل تكنولوجيات الحر إلى الفرم والتعقيم ودي تكنولوجيات عالية جدا بتمكننا من استخدام المخلفات بعد فرمها وتعقيمها ممكن تستخدم في أغراض تانية بنتكلم على مخلفات الإلكترونية ودي تكنولوجيا دقيقة جدا زي أنا طلع الدهب والمعادن السمينة لازلنا احنا محتاجين لتكنولوجيا يعني أجنبية تخش معنا في هذا الموضوع عشان نقدر أن احنا نتعود على هذه الاستخدام لكن مجال ابتكار مسموح لأي حالة على سبيل المثال مثلا موضوع المخلفات الهدمة والبنى هي أكبر بكتير جدا من مخلفات البلدية يعني المخلفات البلدية اللي عندنا الصلبة منسبتها يعني أقل بكتير من المخلفات الهدمة والبنى المعدل البلدية عندنا عالي جدا فصامرنا لازم يكون فيه مصنع كبير جدا لعملية تدوير الهدمة والبنى داخل هذا المجمع لكن احنا منفتحين بنعمل تدريب لأي أفكار تقدر أن هي تشتغل على هذا السكيل ولا زال يعني أقول صراحة أن عندنا نقص في هذه الشركات التي تشتغل في مجال إدارة المخلقات نجحنا في بعض الأجزاء ولكن لسه محتاجين أكتر يعني شركات متخصصة في هذا المجال الكبير الهدف الرئيسي أن احنا نوصل لجودة حياة عالية جدا لأن موضوع البيئة لا ده موضوع مهم جدا كمان أن المخلفات دي في بعض المخلفات بيتم دفنها داخل الأرض فإحنا محتاجين كمان مش بس أن احنا عندنا شركات كبيرة بتساعد في ده خاصة أو حتى جذب استثمارات خارجية إحنا محتاجين نرفع الوعي لدى المواطنين أنه إزاي يعني نقلل من استهلاكاتنا عشان في الأول وفي الآخر ما إحنا عايزين نعمل إيه إحنا عايزين في الأول وفي الآخر يبقى عندنا مسؤولية مجتمعية أو مسؤولية بيئية تجاه المجتمع والبيئة اللي إحنا عايشين فيها هل بيتم أو فيه خطة خطة معمولة عشان يتم يمكن إنشاء أو مساعدة بعض من القطاع الخاص لإنشاء شركات للعمل في هذا المجال أو جذب يمكن استثمارات خارجية للعمل في المدينة طبعا إحنا ده زي ما قلت ده فكرة الموشوع الأساسي إحنا بنعمل عمليات تدريب ورفع وعي وشركات مع القطاع الخاص عشان نحفزهم للإستثمار في هذا المجال الحاوي وبنعمل برضو تدريبات للمستثمرين الصغار اللي عايزين يخشوا في هذا المجال وزي ما حالك أشارتي ده مهم جدا جدا لإن في النهاية إحنا الهدف الرئيسي إن إحنا نحسن جودة الحياة وجودة البيئة المحيطة لأن موضوع البيئة بقى مرتبط بالاقتصاد مرتبط بالصحة مرتبط بالسياحة مرتبط بالتصدير مرتبط بالتصنيف السيادي حتى بتاعنا بالوقت أي تصنيف سيادي لأي دولة بيبقى الجزء البيئي والأداء البيئي هو جزء مكون رئيسي في هذا التصنيف فالموضوع أكبر من أنه بس يعني حماية البيئة ولكن لها علاقة بالاقتصاد بالسياحة بغيره وهذا المجمع بيخدم هذه الأهداف التنموية على زي ما قلتك 50 سنة اللي جاي اختيار الموقع في العاشة من رمضان وده اختيار بالتنصيق مع البنك الدولي هل بيخدم فقط محافظة القاهرة الكبرى والقليوبية ولا كمان ممكن يبقى فيه خدمة لمحافظات الجمهورية خصوصا أنه فيه مخلفات صناعية وبلدية وغيره من مختلف المحافظات إزاي ممكن التنصيق عشان يكون هذا المكان هب يعني زي ما بيقولوا كده أو مجمع لكل مخلفات الجمهورية أنا عايز بس أقول ده سؤال ممتاز جدا يعني لأن إحنا كالفكرة إن إحنا حتى البنك الدولي على فكرة ده أول مشروع بيقوم البنك بيه من نوع على مستوى العالم وعايزين ياخدوا الموديل ده لمصر يكرروه في دول تانية إحنا من ضمن هذا المجمع العاشر على سبيل المثال والمخلفات الطبية ممكن بيتيجي من المحافظات القريبة لأن الكباسة بتاعة المحافظات الأخرى ليست بهذه القدرة فمسموح إن إحنا نقدر إن إحنا نستفيد من هذا المجمع للمحافظات الأخرى في أنواع معينة من المخلفات خصوصا المخلفات الخطرة وخلافة ولكن نأمل إن شاء الله بعد نجاح المقطع لهذا المشروع نأمل إن يكون عندنا كمان مجمعات في أماكن أخرى الصعيد وغيره وطبعاً ده زي ما بقولت ده هو البنك ده هو الأول مرة يعملوا على المستوى العالم وكان اختيار مصر هو الاختيار الأولي نتمنى لكم كل التوفيق نشكرك دكتور علي أبو سنة الرئيس جهاز شؤون البيئة كل شكر لك على توجودك معنا شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك